اتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة بعد اشتعال الجبهات ها هو أعوار المواجهة السياسية يشتعل أيضا بين السلطة الشرعية والانقلابيين على نحو نيكاد يعصف بأحد أهم المؤسسات الدستورية التي تقوم عليها عملية الانتقال السياسي في اليمن مجلس النوع البيان السياسي صادر عن الرئاسة والحكومة والذي تلاه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي استفق انعقاد محتمل لمجلس النواب السبت المقبل بدعوة من الانقلابيين البيان وصف دعوة كهذه بأنها مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاك صارخ لهما وتهديد للوحدة الوطنية والسلم والأمن الاجتماعيين وتساهم في تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب التي أشعلها الانقلابيون قال البيان الرئاسي إن مجلس النواب الذي انتهت فترته الدستورية مدد له بموجب نصوص المبادرة الخالجية وآليتها التنفيذية الموقعة في الثالث والعشرين من نوفمبر 2011 والتي تحكم عمله في الفترة الانتقالية على أساس التوافق في كل أعماله تذكر يحمل مؤشرات خطيرة على إمكانيات ذهاب مواجهة سياسية كهذه إلى أبعد من مجرد الوعظ الدستوري ما قد يعني أن الخطوة التالية قد تعني التضحية بدور مجلس النواب إذا ما قرر أعضاؤه خيانة القسم الدستوري وفصلوه عن سياق العملية السياسية ومرجعياتها الثابتة الخطوة الاسباقية للرئاسة جاءت محصلة مداولات الاجتماع الاستثنائي الذي عقد برئاسة الرئيس عبد الرب منصور هادي وحضره كبار قادة الدولة تطورات سياسية تجري على وقع انفجار هائل للأوضاع العسكرية ميدانياً ما يعني أن البلاد دخلت منعطفاً هو الأخطر في ظل غياب أي أفق سياسي إثر الفشل الدريع لمشاورة الكويت والذي ألقى بظلاله على المهمة المستحيلة للمبعوث الأممي لإعادة إحياء مسار يكاد يدفن تحت ركاب الممارسات الكارثية للإنقلابيين